انت قلت لي كسبت افريقيا قبل ما تكسب دور عام طيب بعد ما كسبت افريقيا ايه ذكرياتك مع البطولة دي لا يا كابتن الزكريات قول قول طلع اللي عنها زكريات غريبة وبعدين قصص يعني لا تتخيلها قولها يا سعيد محل عزان يا كابتن ما حصلتش اولا اول قصة وانا راحين جايين من ترانزيت منين كنا من ناجيريا ناجيريا راحين اسيوبيا ومن اسيوبيا كنا بنعمل عمر لان اماغ كانوا بيعمله اما انا بقول لك يا كابتن بيعمل بيلعبه عن العمل النفسي اه فكان يقول لك مكافأ ليك لو رجعت هنعمل لك عمر اه لو كسبت هرجعك اوفيبا اوفيبا مرة عمر مرة هاجانية كن ماشي الله معات عمر اك هتماشى اه لكم امشى قوي طيب فاحنا جينا في مرة في اسيوبيا اه واحنا ماشيين واحنا جينا بقى بالطيارة كنت عملته اين نتيجه هناك كنا بنكسب عالا. lais مش فنيجيريا! احنا كنا عملنا ترنزيد فنيجيريا الاول ابp. وبعدين ريحين بإلعاب احنا كنا بنلعب فزيمبابوي زيمبابوي هراري المهم كسبنا هناك كويس المهم هو احنا ريحين راجعين بالطيارة نزل ترنزيد اسيوبيا نيجيريا وبعدين اسيوبيا بعد كده ان روحت على السعودية نيجيريا عدت اسيوبيا يا بقى وهنا جايين بالطيارة وهي جاية كده مفروض الراجل بيلف كده زي العربية بيلف ميدان وبعدين روح جاية على الرانوي ونازل ده رح واخدها كده وفجأة رح لاف الطيارة بقت عاملة كده عاملة كده بقنا نقع فوق بعض وفاهم نفسه ماشي بشارع ما تعرفش كابتان وقال لك بقى جيمس ولا جورج وقعدنا بقى ان التاريخ خدناها بتاريخ او بتاع كان ممكن نموت فاريخ لك اه طبعا لا لا ما في افريقيا دي لي حاجات ايه تاني من نوادر بتاعت افريقيا دي نوادر تاني بقى كنا بنلعب في هارتوف اوك غانا مطل غانا المهم جالنا المستشار العسكري بتاع الصفار المصري بتاع الصفار المصري بغانا ما كانش فيه سفير كان فيه مستشار عسكري عزمنا على اسماك استكوزه وجنباري بقى غدا ولا عشا اه لا كان غدا غدا اه حفل غدا روحنا رايحين يا كابتن تشاء الظروف ان الفرقة كلها جلتة سام قبل الماتش قبل الماتش بيومين اه زودته في الاكل شوية لا مزودنا اه هو جابه حاجة اسمها الستكوزة اه طبعا استكوزة دي ليها طريق طهي معينة طبعا دخلوه بقى مع السمك مع البتاع راح تمسممها الوحيد اللي ربنا كرم كان دكتور الفريق دكتور حسين شهين ايوة ومايكل ايفرد ايه مايكل ايفرد دكتور حسين شهين ده سبب من عند ربنا يعني حاجة كده سبحان الله دكتور حسين شهين عشان ما بيحبش الاسمك برضو الله يرحمه الله يرحمه مايكل ايفرد عشان بيشرب ده مات كده مايكل ايفرد ده ماتش من السمك لا 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 مش من السمك ما مكنش سمك اه ده مايكل ايفرد عشان كان بيشرب اه خواجات انت عارف اه ما اثرتش اه طهرت له بقى اه طهرت الماء ده قبل التسمم المهم الفرقة كلها جالها تسمم ده قبل الماتش بيوم قبل الماتش بيومين بيومين كان يوم لاتنين والماتش يوم لاربعة لاربعة عملته ايه المهم حظنا الحلو ان الدكتور كان واخد معاه كمية علاج لانه عارف افريقيا طبعا وانه اريا ومش عارف ايه وحاجة زي كده اه فاخد الادوية بكمية غير عرية حوالي 30 فرد 30 فرد بياخدوا علاج طبعا المهم ما قلنا نأجل المباراة قالك لا مفيش تأجيل انت عارف بقى كابتن اعراض التسمم ايه طبعا لا فيه سهل وخيء وبتاعه لا فيه بقى ماشي ولا فيه خروب ولا تقدر تخرج من القرص ومشارة تتحرك والعلاج كمان بيهدك اه وبعدين تاني يوم بقى مفروض انك بتلعب بتتمرن على الملعب اللي هو انت عشان تاخد عليه هتلعب به اه مفيش مفيش مش قادرين نمش اه مع العلاج مع البتاعه وكلام دي كانت اصعب حاجة تمر علينا في افريقيا ولعبته ازاي ولعبنا منعب ما قالك كابتن من عند ربنا عايزين نعمل حاجة اه طبعا نكلمه عثمان بيه وبتاع اللهم الوضع اللهم مكافأة ضعف نسيتوا التسمم بقى التسمم ايه وبتاع ايه ده احنا لو بنموت لو بنموت حنالع وكسبنا هناك واحد صف على الرغم كنا متعادلين على ملعبنا واحد واحد طب هنا بقى فيه سر اه والناس برضو نحب نقول لها ايه السر ده انتوا كنتوا بتكسابوا خارج ملعبكم وبتخسروا في ملعبكم ايه السبب هو بنخسر او بنتعادل ليه بقى لان مش متعودين ند المقولين قام على ما فيه جمهور اه يعني الجمهور كان بيمثل عبق علينا كان بطلع ناس من الشركة ساعة طوال مع كابتن خلينا وقعين اسمع اللاوي طب انت كنت ساعتها بقى انت اهلاوة او لزي ملكان وقابتن اما انا قلتلك انا مليش هوية اه انا راجل مليش هوية بلعب كرة شرابه ومش في دماغ الكرة الكبيرة اه خالص يعني كنت متشجع للفريقتين اه ايه حد اه المهم ان انا لما لما عندنا بقى كان لما كان بيبقى عبق علينا كما انا اقول لك حاجة غريبة ماتش الاهلي نائي الكاس بتاع ضربات الجزاء اه اه طلعوا من الشركة حوالي عشر تلاف عشر تلاف واحد اه ده الشركة وقفت عشان يشجعوا مين المقاولين المقاولين شجعوا الان كلهم طروا يشجعوا الان والله يا كابتن بعد الماتش مباشرة شوف انت لما تيجي تكسب اتلاق العربيات بقى عمال الزفة الزفة احنا زفنا بقى بس زفة تانية من نوع تاني اه تيت تيت اه ليه عربات المقاولين كلها فحتى فيه ناس عملو لهم خصمات فعشان كلا بقول لها كابتن احنا الجمهور ما كانش بيفرق معنا احنا لينا هدف عاوزين تكسب عشان ايه ناخد بطولة او نتفسح نعم انما عملية ان احنا نعمل اسم دي ما كانش برضو في دماغنا انما فيه ما بعد بقى لا بقى لينا جمهور وبيجي لنا من القلب يعني